كان محظر اجتماع الفيدرالي فعالية محير إنما لماذا يستفيد الدولار دعونا نذهب إلى ديفيد مادم محلل الأسواق مالية في إكوتي جروب اللي محاورة الإجابة على هذا السؤال أهلا بك معنا ديفيد يعني ديفيد بعد المحظر يوم أمس من قبل الفيدرالي الأمريكي لم تصل إجابات واضحة بالنسبة للمستثمر وخصوصا من ناحية تجديد السياسة النقضية إنما الدولار استمر في رحلة الصعود لماذا؟ يبدو لي أن الرسالة الواضحة إن الفيدرالي يستمر في مسار رفع معدلات الفائدة فيما يتعلق بالشهر القادم في حالة ما إذا كان الفيدرالي سيفع معدلات الفائدة أم لا فهذا يتعلق بوتيرة التجديد وهذا يشير إلى أن هناك بعض العناصر التيسيرية وذلك من بعض أعضاء الفيدرالي وأن معدلات الفائدة قد ترتفع في النصف الثاني من العام ولكن في مرحلة ما سيكون من الملائم أن يكون هناك رفع معدلات الفائدة بشكل صغير وبعد ذلك الفيدرالي سيكون في مسار التعامل مع التضخم وبالتالي ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ يوليو وقد تراجع قليلا ومنذ فترة بسيطة أيضا كان هناك تصريح من قبل الفيدرالي بأن الحرب على التضخم لم تنتهي وأيضا أن هناك خيارات بأن يكون هناك رفع معدلات الفائدة بـ 75 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس هي الإمكانيات الموجودة لاجتماع سبتمبر القادم ولذلك شاهدنا تقريبا في محضر اجتماع الفيدرالي أن ردة الفعل هي الارتفاع في الدولار الأمريكي ديفيد دعنا نتحدث عن اليورو وعادة عندما نتحدث عن اليورو دائما نتحدث عن الاقتصاد الأوروبي البيانات أو البنك المركزي الأوروبي ولكن عندما أنظر إلى أسعار الغاز في أوروبا هي اليوم أعلى بعشر مرات عن متوسطها لهذا الفترة من العام لأي درجة ترى بأن استمرار ارتفاع أسعار الغاز بهذه الطريقة قد يعود ويضغط على اليورو ليكسر الباريتي أمام الدولار ارتفاع أسعار الغاز طبعا هي سوف تؤثر على اليورو وعلى الاقتصاد الأوروبي لاسيما فيما يتعلق ببعض الدول المهمة التصنيعية وهي ألمانيا وإيطاليا والتي تعتمد على الغاز في اقتصادتها وأيضا في مرحلة ما إذا كان هناك ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والغاز لفترة مطولة هذا سوف يؤدي إلى التأثير والإضرار بالتصنيع وبالمستهلكين أيضا ولذلك شهدنا بالفعل أن البنك المركزي الأوروبي قام برفع معادلات الفائدة بشكل كبير في الشهر الماضي ويتوقع أيضا أن يكون هناك رفع معادلات الفائدة في الشهر القادم فيما يتعلق بالباريتي مع الدولار الأمريكي أعتقد أن هذا سيعتمد على ما سيحدث فيما يتعلق بالغاز وتوجهه إلى أوروبا في الشتاء هناك توقعات وتحذيرات من غاز برام بأن أسعار الغاز في أوروبا قد ترتفع ب60% عن هذه المستويات وإذا شهدنا ارتفاع كبير في أسعار الغاز فإن هذا سيضغط بشكل كبير على اقتصاد منطقة اليورو واليورو إذن قد نشهد أنه سيكون هناك اختراق للباريتي بعد دولار الأمريكي الأشرق القادمة وعلينا أن نراقب ما سيحدث في الشتاء فيما يتعلق بأسعار الغاز دعني أسألك أيضا عن اليان الياباني اليان بدأنا نشهد نوع من الهدوء بعد الفترة الأخيرة من الضعف الذي شهدناه إلى تقريبا منتصف أو وصلنا فعليا إلى منتصف يوليو ومن ثم بدأنا نشهد ارتفاع اليان الياباني اليوم يعني وخلال تقريبا خمسة جلسات عاد اليان للضعف من 132 ين للدولار حالي 135 ين للدولار هل تعتقد بأن اليان سيعود إلى التراجع من جديد هل سيعود لمحاورة الوصول إلى 140 ين للدولار أم أنه نحن اليوم بعدين عن هذه المستويات أعتقد أن الارتفاع الصعودي في الدولار ين سوف يستمر إن الاحتياط الفيدرالي على الرغم من أنه يأخذ في الاعتبار أن يرفع معدلات الفائدة بخمسين نقطة أساس أو خمس بعين نقطة أساس شهر قادم إلا أنه على الرغم من أن عناصر المحضر تشير إلى التسير إلى أن تصرحين ماليداري تشير إلى أن هناك فرصة بخمسين في المائة بأن يكون هناك رفع معدلة فائدة بخمسين نقطة أساس أو خمسة وسبعين نقطة أساس وبهذا في الاعتبار أعتقد أن الدولار ين قد ارتفع وأعتقد أن هذا سيستمر على الأرجح وقد نتاجه إلى مستويات 138 أو 140 وذلك بعد اجتماع أو محضر اجتماع الفيدرالي شكرا لك ديفيد ميدن محلل الأسواق في إكوتي جروب شكرا لك شكرا لك